بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوا ما ظل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القواذ مرة فاستوى وهو بالعفق الأعلى ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآه فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربي الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أدنة في بطون أماتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن ابتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكداء عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه وأضحك وأبكى وأنه وأمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه وأغنى وأقنى وأنه ورب الشعرى وأنه أهلك عاذن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشا ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفبن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا